قديمة بقدم التاريخ تربط المملكة العربية السعودية وتركيا علاقات اقتصادية وسياسية متميزة تجمع البلدين إضافة لروابط دينية واجتماعية تربط الشعبين معا في التقرير التالي نستعرض أهم المحطات التي مرت بها العلاقات بين البلدين لم يمضي أسبوع على زيارة الرئيس التركي للسعودية معزيا حتى أرسلت تركيا السفينة الحربية الوطنية بيوكادا إلى ميناء جد البحر في إطار مناورة عسكرية مع دول البحر الأحمر والبداية في السعودية هذه الخطوة التركية بدت وكأنها بداية من النهاية وامتداد للتعاون العسكري بين البلدين أكثر ما بعت على التفاؤل في تحسن العلاقات التركية السعودية أن الملك سلمان بن عبد العزيز هو من تولى ملف العلاقة مع أنقر حين كان ولي العهد ووزير الدفاع ولعل زيارته الشهيرة إلى أنقر في مايو العام 2013 هي من أسست القاعدة الصلبة للعلاقات بين البلدين إذ وقع آنذاك اتفاقية لتعاون الصناعي الدفاعي بين الرياض وأنقر وأعطت تركيا إشارات باتجاه الرغبة القوية في تعزيز العلاقات العسكرية مع الرياض تمثلت في إرسال وزير الداخلية إفكان آلاء لحضور اجتماع تنسيق لوزراء الداخلية لدول التحالف ضد داعش كما شارك الشيش التركي في الاجتماع العسكري الأخير لدول التحالف لتنسيق الجهود وتقييم العمليات ضد تنظيم الإرهابية وترك الباب مفتوحا نامم التكهنات بتقديم دعم لوجيسية أو عسكري لعملية تحرير الموصلة كما أغلقت أنقر سفارتها سريعا في صنعاء بعد قرار مماثل من جانب المملكة المسؤولون الأتراك اعترفوا مرارا بحاجتهم لصوغ علاقات خاصة مع السعودية لأن العلاقات بين البلدين التاريخية وقوية جدا وقد كان السعي التركي مؤخرا واضحا للتقرب وتعزيز التعاون مع المملكة هذه الرسائل كانت كافية لتطرق أنقر باب الرياضة وتسمع ردا إيجابيا من الملك سلمان بن عبد العزيز خصوصا أن العلاقات بين تركيا والسعودية كانت في أفضل حالتها بعد سنوات من العمل على سياغات تعاون خليجي تركي اتزار الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز تركيا مرتين ودفع دول الخليج إلى تعاون وثيق ومتمر مع أنقر تتوجب توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي لتنصيق المواقف السياسيا وديبلوماسيا وأمنيا وفتحت هذه الاتفاقية الطريقة أيضا أمام التعاون في التصنيع العسكري وإجراء مناورات تدريبية عسكرية في قاعدة قونيا الجوية بين تركيا والمملكة العربية السعودية ولم تخفي المملكة بدورها رغبتها في التعاون بمجال التصنيع العسكري مع تركيا اتعقدت وزارة الدفاع السعودية في يوليو الماضي مع شركات تركية لتصليح وتحديث عربات مصفحة وهو ما فتح الباب واسعا أمام المزيد من التعاون بين البلدين في تصنيع الذخائر والصناعة البحرية والطائرات من دون طيار وكانت صحيفة أكشام التركية نقلت عن ييجيت بولوت كبير مستشاري رئيس التركية رجب طيب أردغان أن تركيا دخلت سوق الأسلحة السعودية بعدما وقعت اتفاقية عبر شركة أسلسان التركية للصناعة الدفاعية مع المملكة ممثلة في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وشركة تقنية الدفاع هو تعاون جديد إذن يعزز ما سبقه في السنوات القليلة الماضية بل ويفتح الطريق واسعاً نمام تطوير العلاقات التركية السعودية لما فيه صالح البلدين وشعوب المنطقة حنان نامق الإخبارية إسطنبول